تفقدت اللجانة الميدانية التابعة لوزارة الدفاع أوضاع أبطال الجيش الوطني المرابطين في جبهة يافع بمحافظة لحج بحضور المحافظة اللواء الركن أحمد التركي وخلال الزيارة استمع المحافظ وأعضاء اللجنة إلى أبرز مستجدات الأوضاع الميدانية وتصعيد الإرهابي الحوثي على جبهة يافع والسبل التصدي لها ونقل محافظ لحج ولجنة وزارة الدفاع تحايا القيادة السياسية والعسكرية للأبطال المقاتلين في الجبهات مؤكدين الاهتمام بجبهة يافع التي تقف سدا منيعا في مواجهة العدو الحوثي مشيدين بالصمود وتضحيات الجسيمة والجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها الأبطال في جبهة يافع إلى ذلك نقش اجتماع برئاسة محافظ لحج وضم عددنا من القيادات الأمنية والعسكرية التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة يافع وسبلي مواجهتها والتصدي لها ترجمة نانسي قنقر